وأخيرا جاءت العطلة الصيفية فما رأيكم يا أصدقائي أن نقضيها في كل ما هو نافع ومفيد ونرفع عن أنفسنا أيضا ولمساعدتكم في ذلك صممنا ذلك الجدول اليومي ليساعدكم على التقطيد الجيد والإنسان يتكون من جسد وعقل وروح ولتنمية كل تلك الجوانب اقترحنا أنشطة راعي وتحقق هذا التوازن حتى نقضي عطلة صيفية مفيدة وممتعة